موسيقى السلام عليكم أعزائي الطلبة ومشاهدين الكرام نلتقيكم مرة أخرى من على شاشة فضائية العراق التربوية نقدم لكم حلول أسئلة الاختبار الأسبوعي الخاص بالتعليم الإلكترونية التعلم عن بعض لمادة الكيمياء الأسبوع الدراسي الثاني الأسبوع التاسع أعزائي الطلبة اليوم موضوعنا نتطرق عليه هو الفصل الثالث الموضوع المعادلات والحسابات الكيميائية الموضوع المعادلات والحسابات الكيميائية من الفصل الثالث طلابنا الأعزاء احنا اتطرقنا على الكورس الأول الأسبوع الأول طرقنا على الفصل الأول والثاني اليوم عند الاسبوع التاسع من الفصل الدراسة الثانية يتطرق هو المعادلات والحسابات الكيميائية أهم فصلين الذي هن بالاسبوع للدراسة الثانية طلابنا هو الفصل الثالث والرابع ليش؟ لأن هذا الفصول كلش مهم عندك بالسادس العلمي طلابنا اليوم راح نتطرق أخذنا لكم بعض الجوبة النموذجية التي كلش تحتاجها بالسادس العلمي الذي وهي عند السؤال الأول يقول لي ما المقصود السؤال الأول ما المقصود بالمعادلة الكيميائية المعادلة الكيميائية شنية تعريفها تعريف المعادلة الكيميائية طلابنا وهي طريق مختصر أو طريقة مختصرة للتعبير عن تفاعل شنو كيميائي بدلالة الرموز والصيغ الكيميائية أعيدها طلابنا المعادلة الكيميائية شنية المعادلة الكيميائية وهي طريقة مختصرة للتعبير عن تفاعل كيميائي بدلالة الرموز والصيغ الكيميائية نوبا الطالب يسأل يقول أستاذ هي شلو طريق مختصر للتعبير أنا عندي معادلة طلابنا مثلا من أقول هاي المعادلة عندي N2 زائدا 3H2 إيش راح يولد لي راح يطلع لي NH3 طلابنا ليش وهي طريق مختصر للتعبير عن تفاعل كيميائي بدلالة الرموز والصيغ الكيميائية طلابنا هس راح نأخذ على سؤال الثاني سؤال الثاني شنوه يقول لي إن للحسابات الكيميائية إن للحسابات الكيميائية إن للحسابات الكيميائية أهمية بالغة في حياتنا طلابنا إن للحسابات الكيميائية أهمية بالغة في حياتنا نوبا الطالب يسأل يقول لي حيث تحدد نسب المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعل الكيميائي ويا طلابنا حيث تحدد نسب المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعل الكيميائي أنا من عندي معادلة أجي أكتب المعادلة الكيميائية أقول لي أنتو زائد ثري أشتو شراحي ولد لي أنتو ثري إذن عندي مواد ناتجة وعندي مواد متفاعلة هس نجي طلابنا إلى سؤال الثالث سؤال الثالث كذلك تحتاجه بالسادس العلمي بعض الشغلات الرموز المختصرة التي نأخذها طلابنا مثل يش عندي أنا السؤال يقول لي سؤال الثالث ما هي الرموز المستخدمة في كتابة المعادلة الكيميائية أول واحد راح يشوفون طلابنا هو هذا السهم هو شنو هذا استاذ هذا السهم نبات بالسادس علمي نبات مثلا عندي سهميا هس نحن صف رابع علمي طلابنا نحتاجه له هذا فقط شنو هذا السهم استاذ هذا السهم هو للفصل بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة للتفاعل شلون استاذ نحن طيناها قبل شوي هالمعادلة الكيميائية ايج قلنا بالمعادلة قلنا شنو عندي أنا عندي هذا غاز زائدا هذا غاز الهايدروجين طلابنا هذا غاز الهايدروجين ش راح يولد لي راح يولد لي ن اتش ثري اذا هذا سهم يفصل بين المواد شنو المتفاعلة والمواد الناتجة طلابنا هس عندي طلابنا ش عندي هس حاليا عندي هذا الثاني 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 طلابنا عندي الاس الثاني شنو عندي هذا طلابنا أضح شوية طوخة عندي هذا الثاني الذي هو الاس الاس هو للدلالة للدلالة على المواد الصلبة وهي مختصة لكلمة هذا عندي مثلا النوبات طالب يسأل هذا طلابنا اجي اكتب بالمعادلة الكيميائية خلي تفرق لي بين المواد الغازية والمواد الصلبة والمواد السائلة للدلالة على المواد السائلة وهي مختصة لكلمة لكوت النوبات عنده بالمعادلة الكيميائية غاز مكتوب جي نوبات طالب يسأل هاي اكثر شين قدنا نحتاجها بالسادس علمة طلابنا صفرابي علمي هاي استاذ شين هاي الجي هاي للدلالة على المادة الغازية وهي مختصة لكلمة غاز أو غاز احنا سميها زين AQ هاي شين هاي للدلالة على المحلول المائي عن معلات هذا المحلول شين المائي نوبات افرق طلابنا من اجي اكتب المعادلة الكيميائية أريد أعرف هاي المعادلة الكيميائية شين هاي المادة وأكثر شين قلنا نحتاجها بالسادس علمي طلابنا احنا هاي الأجوبة النموذجية هي مفهومة لهذا الكورس طلابنا للفصل الثالث المعادلات والحسابات الكيميائية كل ش مهمة طلابنا هاي كلها توثقها ورقة وقلم تسجلها عندك تحفظها وتفيدك للسادس ان شاء الله فعندي هذا السهم استاذ هنا هذا سهم فوقه مثلث هاي شنو هذا المثلث وشنو هاي الحرارة استاذ هذا يجي فوق السهم طلابنا للدلالة على تسخين المواد شنوه المتفاعلة واضح طلاب واكثر شي نوبات يجيني هذا المثلث معناته شنو معناته عندي تسخين أو كذلك عندي حرارة كذلك طلاب اكو سهم فوق السهم عندك هذا البلاتين بي تي استاذ نوبات طالب يسأل استاذ هذا العامل المساعد شنو هذا البي تي هذا عامل مساعد زي الاستاذ العامل المساعد وشنو العامل المساعد هي المادة التي تزيد مسرعة التفاعل الكيميائي زي الاستاذ هذا العام المساعد هو اللي يجي فوق السهم لا مو شرط ما الشرى الاستاذ ن answer fantastic هنا جوي جوي السهم ماذا استاذ هذا البلات Ehini هو للؤ invisible على استخدام عام المساعد الذي يسميناه اسم هذا البلاتين الاستاذ فقط لسيه عام المساعد البلاتين لا عندي الكثير منério عام المساعد ليس فقط البلاتين ويمكن كتابة العام المساعد تحت السهم أيضا واضح طلابنا لفوق السهم لا ن measure ما تيجي بالأسفل هاي تكلمنا عليها طلابنا هي الرموز المستخدمة في كتابة المعادة الكيميائية نستفاد من عدهن طلابنا نيجي على سؤال الرابع طلابنا سؤال الرابع الذي يقول لي احسب الكتلة بالغرام احسب الكتلة بالغرام طلابنا هذا بي من يذكرنا يذكرنا على الكرسي الأول الذي اخذنا به احسب الكتلة بالغرام لكل مما يأتي اولا عندك 1.75 مول 100 من الماء الماء H2O هاي الصيغة الماء زيال استاد 1.75 مول 100 من الماء اشارت من عندك بالسؤال احسب الكتلة فرعباء 14.8 مول 100 من حامض الكبريتيك الصيغة الكيميائية H2SO4 شا عندي انا بالسؤال عندي الكتلة الذرية الكتلة الذرية الكبريتي 33 الوكسجين 16 الهايدروجين 1 اجي احل شو ان احل هذا احنا مثل ما تعودنا طلاب صف رابع العلمي عندي قانون عدد المولات شنو القانون ساعد من عدد المولات الان شي ساوي لي يساوي لي الكتلة على اليمن على الكتلة المولية صحيح طلاب نيش تعلمناها زنان اشارت من عندك بالسؤال احسب شنو احسب الكتلة اذا ياه المجهولة مجهولة الكتلة ش راح يصير عندي مثل ما تعودنا عليهم قلنا حاصل ضرب الطرفين في الوسط انا ش راح يصير N في M استاذ شنو ال N انا عدد المولات ام كابتال لتر معلاتها الكتلة المولية خلاص لا ما خلاص ليش استاذ انا شو لا طلع الكتلة المولية شو لا طلع الكتلة المولية انا ما طلعها بعدني لحد الان لازم مين اطلعها انا عندي مي H2O لازم مين اطلعها عن طريق الكتلة الذرية شو نتعود نتعلمناها قلنا H2O هاي عندي اثنيا H2O اقول اثنيا في واحد زائدا واحد فيه 16 اسويهم طلابين شو خلاص اغلط بالامتحان اثنين فيه واحد واحد فيه 16 16 مجموحن اجمحن بيناتن رح يساولي 12 ما انسى الوحدات الكتلة المولية اللذي وهي استاذ غرام علي من على المول اجي هس حاليا لا دون طلحت الكتلة المولية صار عندي سؤال سهل رحصا تطبيق القانون باشرة عندي N هالذي هي المول ليش استاذ لان يريد عندي الكتلة ضربت هذا ال N في الكتلة المولية سوى تالي استاذ واحد بونت 75 فيه 18 شي ساولي استاذ هذا ما اعرف الناتج ليش ما تعرف الناتج احنا متعودنا قلنا هذا البونت اشيله اش رح اقول 175 فيه 18 ش رح يساولي 3150 ها هنا 50 حتى دا ورا الفارزة طلابين اجي اكتب مرتبة وحدة لا بس بيهم زين استاذ شو وحدات طلعت لغرام ليش طلعت لغرام احنا متعودنا قلنا احنا هذا المول شاكم الشابهين نحذفويا وثاني شي وحدات الكتلة طلابنا احنا متعودنا وحدات الكتلة اما كيلوغرام اما غرام اما مليغرام بس انا ميمة البطانية ها الكتلة المولية اغرام على المول حذفت المول ويا المول شبقت لي اغرام اللي دي طلع لي 31.5 اغرام مال من هاي الكتلة مال اشتو او نيجي عليه فرع با الفرع با الكتلة المولية مال اشتو اس او فور شو رح اطلحه كذلك طلابنا هم عن طريق الكتلة الذرية عن طريق الكتلة الذرية عندي اتش تو اس او فور هذا حمض الكبريتيك شيرت من عندي بالسؤال شو نحسب الكتلة ماتت ايضا نفس فرع الف طلابنا شو رح اسوي ان الكتلة على الكتلة المولية اشتو اس او فور رح اطلح عن طريق الكتلة الذرية 2 في 1 زي عن 1 في 2 وثلاثين 4 في 16 شي ساوي لي 98 وحداتها ما انساها طلابنا اغرام على اليمن على المول هاي الكتلة المولية لا دون طلحت الكتلة المولية اجي رح سن القانون القانون قلنا ان يساوي لي الكتلة على الكتلة المولية ان يساوي الكتلة على الكتلة المولية انا طالب من عندك الكتلة طلحت الكتلة على صفحة صحيح طلابنا طلحت الكتلة على صفحة اهياته اذا ان في ام 14.8 مول في 98 اشترع لي 1450.4 شنو وحداتها اغرام قلنا طلابنا حذفنا المول وهي المول وطلع اللي الف واربعمية وخمسين بوينت اربعة مال منهاي استاد وحداتها وحداتها غرام مال منهاي مال اتش تو اسوفو اللي حامض الكبريتيك. نجي طلابنا على سؤال الخامس وهو سؤال الاخير. سؤال الخامس وهو سؤال الاخير بخير وسلامة. سؤال الخامس طلابنا هذا من التمارين نعدكم الذي كلنا نحتاجه اكثر نعم في طبط المعادلة الكيميائية يا طلاب. بالمعادلة. نابات مين يكتب للمعادلة ناسواء الله على سابيعarrاخرى بخير وسلامة. بالمعادلة الكيميائية نابات يقول لي احسب حجم يقول لي احسب الجزئية احسب مول. انコANT لديني المجهولة على المعلومة سونا اخذها إن شاء الله بال��راء. هنا السؤال يقول لي احسب حجم. طلابنا شوية ويايا. مني يقول لي احسب حجم ثلاث مولات. عندي شو؟ ما انتها عندي ثلاثة شوني ثلاثة أستاذ ثلاثة مول هاي ثلاثة مول من غاز ثنائي أكسيد الكاربون CO2 و بعشرة من عندي هذا مطلب الأول طلاب مطلب الثاني و اثنين بويت خمسة وسبعين مول مين من كبريتيد الهايدروجين بوحدة بمين لوحدة تريدها بالمل لا تعبين من يريدها يريدها بوحدة اللتر تحت الظروف القياسية من أسمع كلمة الظروف القياسية شذكني طلاب الظروف القياسية التي تنساهم احنا أخذناهم تعولناهم بالكورس الأول الظروف القياسية بالنسبة للحجم طلابنا للحجم ما ردها لغير شي احتهم السؤال زيان أقرأ السؤال أجي أكتب الجواب شيرد من عنده الجواب يقول لي حجم ثلاثة مول من ثنائي أكسيد الكاربون أجي أحل شون يحل أستاذ الظروف القياسية حسب القانون الحجم بمن يريدها وحداته باللتر لو كان يريدها بالمل يصير غير شي طلابنا إذن عندي هذا الحجم باللتر قالونا N في 22.4 طلابنا لا تنساها لا بدون عنده الظروف القياسية 22.4 شنو وحداتها اللتر على المول أجل أحسن تطبيق مباشرة طلاب أقول ثلاثة مول في 22.4 كذلك شون تعودنا هم نشيلها طلابنا هاي الفارزة أشيلها من أرد حسبك المساء الرياضية نبوة طلاب نصف الرابع العلمي يضوجون من المساء الرياضية ما بيها شي على كيف قد تستعجل أجل هذا البويت أجل أحسن أقول ثلاثة في أربعة اثنى عشر هاي اثنين بليد اجل قيد قلنا بليد واحد ثلاثة في ثنية ستة واحد سبعة هاي سبعة ثلاثة في ثنية ستة أنا عندي مرتبة واحدة طلاب ما أنسي مصحيح أجل أخليها المرتبة رح يصير الناتج 67 بويت اثنين الوحدة شنو ياستاد لتر ليش لتر استاد نحنا مو قلنا شكم الشاب رح ندف هذا المول رح ويا المول شبقت لي وحداته اللتر نزلتها وحجب ثنين بويت خمسة وسبعين مول من أشتو أس كبريتي دي الهيدروجين كذلك طلابنا هم رح أطل لهذا الحجب قالونا N في ثين وعشر بويت أربعة اجقد عندي بالسؤال عندي ثنين بويت خمسة وسبعين مول في ثين وعشر بويت أربعة كذلك المول رح ويا المول الذي طلعت للوحدات باللتر ثين وعشر بويت أربعة تقدر هم يشيل للمراتب طلاب وتقدر وحدة وحدة تجي عليهم رح أجد بثين بويت خمسة وسبعين في ثين وعشر بويت أربعة رح يساوي لواحد وستين بويت ستة بالعشرة وحداتها ما أنساها اللتر أتش تو أس الذي هو طلع عليه كبريتي الهيدروجين أعزاء الطلبة إلى هنا انتهانا من انتهاء الأجو والنموذجية لا يسعنا نشكركم طلابنا المشاهدين الترام نشكر متابعتكم شكرا جزيلا لكم شكرا إلى كادر وإدارة التلفزيون التربوي شكرا الموصول إلى لجلة الكيمياء والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة